مر يوم العاشر من أبا الجاري كغيره من الأيام من دود أن يثير أي انتباه سوى ما يتنقله الإعلام من أحداث يومية معتادة لكن عودة بسيطة لنا بذاكرة إلى التاريخ القريب تكشف لنا عن حادث مهم كان له تأثير كبير على الأوضاع الإقليمية والعالمية في العاشر من أبا قبل مئة عام وقع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى اتفاقية سيفر للسلام مع الامبراطورية العثمانية أو ما تبقى منها والتي كانت الخاسرة الأكبر في تلك الحرب الاتفاقية قد تبدو للوهلة الأولى معاهدة للسلام فقط لكن اسمها فرض نفسه على أرض الواقع في التاريخ القريب والمعاصر للشرق الأوسط وأوروبا لأن خطوطها العريضة رسمت ملامح مصير دول وشعوب على مدى الأعوام المئة الماضية تضمنت المعاهدة 433 بندا موزعة على 13 قسما تتعلق بمجملها بمواضيع الحدود وحماية الأقليات والبنود العسكرية والعقوبات على الدول الخاسرة للحرب والبنود المالية والاقتصادية وغيرها جزء من الاتفاقية كان مخصصا لمعالجة الأمور الخاصة بتريكة الدولة العثمانية وطريقة تعامل وريثتها تركية مع مواضيع مصير كردستان وترسيم الحدود المستقبلية للمنطقة وولاية الموصل وحقوق الأقليات لكن حكومة تركية وفي عهد أتا ترك رفضت قبول المعاهدة وبدأت بالسعي للالتفاف عليها ونجحت بعد ثلاثة أعوام بالحصول على تسوية جديدة تمثلت بمعاهدة لوزان التي خلصتها من تبعات اتفاقية سيفر أسماء مثل سيفر ولوزان وسايكس بيكو نمر عليها أحيانا مرور الكرام لكنها في الحقيقة كانت العامل المؤثر الأكبر على مجريات الأحداث بالمنطقة وعلى مصير شعوبها والمشكلات المتراكمة التي واجهتها وما ترتب على مستقبلها وتدعيات استمرت إلى يومنا هذا ولسنوات طويلة قادمة على الرغم من الأحداث المتسارعة في الأعوام الأخيرة ترجمة نانسي قنقر